بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في الفيديوهين اللي فاته اتكلمنا على اول نوع من انواع الدابل اللي هو اسمه التندم. وتكلمنا فيه على اه ايه الفارق ما بين كل واحد التندم والباكتوباك والفيستو فيست. طب المرة دي هنتكلم على الدابل. بس الدابل المرة دي اسمه ايه? باكتوباك. تكلمنا ان يعني الاتنين الحلقتين المتحركين هيبقى ضهروهم لضهر بعض. سندين بعض بالضهر. والاتنين السابتين هم اللي بعيد عن بعض. طب. زي ما احنا شايفين كده اهو الازرق الاخضر ده اللي هو السابت وبعدين متحرك وبعدين متحرك وبعدين سابت. يبقى الاتنين المتحركين السابتين على الاطراف والاتنين متحركين في النصف. فيبقى الاتنين المتحركين ظهروهم لضهر بعض. اسمهم باكتوباك. طيب. قلنا اللي هيبقى ناحية الضغط العالي اللي هو اللي هو غالبا البروسس الاول هنسميه والميكانيكالسي اللي هيبقى ناحية الجو هنسميه طيب تعالوا نشوف كده لو قلنا اهو احنا قلنا الحلقة الزرقة هتبقى هي الحلقة ده اسمه الحلقة الزرقة هي الحلقة السابتة وبعدين متحركة اللي هي الصفرة وبعدين صفرة في ظهرها تياني متحركة وبعدين آآ زرقة اللي هي سابتة يبقى عندنا سابت متحرك سابت تمام كده تمام يبسمه تعالوا نشوف كده لو عندنا ده العمود وقات الجلند هنحط حلقة سابتة دلوقتي احنا هنقولنا ايه الضغط يعني الامبلر ناحية الشمال ناحية الحلقة اول واحدة اللي هيعطونا دي الحلقة السابتة اللي في ظهر الامبلر على لطول وبعدين حلقة متحركة وبعدين ده ده الضغط اللي جاي لمنين من ظهر الامبلر بتاع الترومبا بتاع الاجيتيتور بتاع اي حاجة يبقى احنا بتكلم ده البروسس سايد ده وهو الضغط اللي جاي للميكاني كالسيلا الاولين وقف ليه واقف لندما كان كلسيلا منع لكن مش هيمنع مية في المية فتاعا نشوف حطينا ميكاني كلسيلا تاني دهره لضهر الاولين للحلقة المتحرك وبعدين حلقة سابتة بقى اتنين ضهرهم فضاه طيب عملت في الجلان فتحة دخول ايه الدخول ده بقى اه اه انا اتفقنا ان الميكانيه الاوليني مش هيمنع مية في المية فامان هعمل فتح دخول لسائل يخش يختلط مع اللي هيهرب من الميكانيكالسيل الاولاني وياخدو يطلعو برا. اهو. هو ده. هيختلط مع اللي هيهرب من الميكانيكالسيل الاولاني واخدو اطلعو برا على مكان اماني. يبقى انا كده حميت الاتموسفير. الضغط الخارجي او الفني اللي واقف او المهندس اللي واقف او الفني اللي هيشغل المعدة دي انه مايجيش في وشه حاجة من الميكانيكالسيل ده لو ضرب. طيب. ايه الموضوع كده بقى? ده بنسمي وده اسمه طيب اللي هيهرب من هنا من هيختلط مع وبعدين بعد كده يطلع الناحية التانية دي الاتموسفيل. ما عندنا بروسس وبفر واتموسفيل. ايبا المنطقة اللي في النص ما بين الاتنين دي اصبحت خليط من اللي بيهرب ميكانيكالسيل مع البفر اللي انا حطه. هو هنا اسمه ايه? بفر. تمام? طيب تعاني نشوف كده ايه الميكانيكالسيل الباكتو باكده بيركب ازاي? لو ركزنا كده. اه دي الحلقة الروتاري اهي او الحلقتين الروتاري مش حلقة واحدة محضوطين في افص في النصف حلقتين روتاري. تمام كده? ودي حلقتين سبتين في الاطراف. يبقى الاتنين الروتاري يدهرون في ضهر بعض والحلقتين السبتين على الاطراف. تعاني نشوفوا كده متفسص. لو قلنا ده اه افص وقفص او اعتبروا مقفصين في ضهر بعض. مجازا وفيه طقم طقم سبرينج يمين وطقم سبرينج شمال اللي هو الازرق ده. وبعدين حطيت حلقة متحركة يمين اهي او الحلقة متحركة ومعها بتاعه. وحطيت زي ايها النحط التاني حلقة متحركة. وبعدين حطيت الحلقة السبتة بتاعه. حطيت النحط التانية الحلقة السبتة بتاع ايه ده? يبقى عندي افص في النصف. وراكب عليه حلقتين متحركين. وراكبين على العمود. وبعدين حلقتين سبتين في الاطراف. واضحت كده. طيب. تعال نشوف. ايه الموضوع بقى? احنا قلنا ان ده اسمه بيتميز ان هو بيبقى يعني ايه بيتميز? يعني قلنا المسافة اللي ما بين الاتنين ممكن تبقى ضغطها اعلى من ضغط التشغيل. طب ليه بقى? علشان انا المرة دي مش عايز ضغط المادة اللي انا عايز اعزلها هو اللي يطلع ويختلط بالسائل اللي انا حطه في النص لا انا عايز السائل اللي في النص هو اللي يدخل جوه. فابقى انا امنت خالص ان المنطقة دي يطلع فيها السائل اللي انا خايف يعور حد او اللي انا خايف يتجمد او اللي انا خايف ان هو يكون قبل الاشتعال. طب ايه الموضوع? لو افترضنا ان يبقى ضغط بتاعنا اهو اللي هو اول ضغط بتاع اللي وراء ضهر الامبلر آآ بقيمة معينة. احط السائل اللي في النص اللي هيملى المرحلة اللي في ما بينهم الاتنين ما بين ميكانيكا لسيل اعلى من ضغط التشغيل. فيبقى هو اللي هيصرب ناحية جو. يبقى مع ان كده ان ده انا دايما ده لو حصل وصرب آآ السائل اللي انا حطه ما بين الاتنين ميكانيكا لسيل هو اللي هيخلص. هلاحظ انه بينقص. طيب. ايه الفيس توفيس? اكيد عكس ادي العمود ادي الجيلان. لو قلنا اللي عندي حلقة متحركة رجب على العمود اهي اول واحدة هتواجه السائل اللي انا عايز اعزله طهر الامبلر وقادي السابتة وبعدين قادي سابتة تاني متحرك قد. ده الاتنين متحركين برة والسابتين في النص يبقى كده الاتنين متحركين بيبصوا البعض يبقى اسموا ايه? طيب. قادي سائل اللي انا عايز اعزله سائل البروس اللي انا عايز اعزله هيبطر يهرب طبعا من ميكانيكا لسيل اولاني اكيد في جزء هيهرب. هيروح الفراغ اللي انا خلقه ما بين لتنين اهو راح انا حاطط له سائل انا اللي حطه بايدي. اللي هو فتح الدخول وفتحة خروج يختلطه مع بعض. يبقى انا برضو في نفس الوقت خليت ان اللي هيهرب بالميكانيكالسي التاني على الجو. خليط. والخليط ده كمان امان. يعني لا هيشتعل ولا هيعور حد ولا هيكون مادة سامة. تمام كده بنت سمي ده وده يبقى هنا ده الاصفر ده المنطقة اللي في النصف اسمها البفر. بعد كده الاتموسفير. الضغط الجوي. يبقى انا دايما ضمنت في التلات انواع بتوعنا دول ان انا المسافة اللي ما بين لتنين اللي هيهرب من الاولاني مش هسمح له يوصل التاني اصلا لان هاخده من هاخلطه بحاجة اخففه واخده من فتح الدخول وفتحة خروج على مكان اماني. خليشوفه كده شكله ايه? قادي لو عندي حلقة متحركة بتاعتها اهي. وبعدين يجي وراها حلقة السابتة. ثم ocorق من بعض الفك���اتية حلقة يجري على وصف ده ايه اهلا. وهي سابتة في النصف. الله 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 الله. ده الاتنين السابتين في النصف. يبقى الاستقالocument.العتنين المتحركين برر ARTN في النصف. هابقى الاتنين المتحركين بيبصوا البعض. لاحظ كده الرسمة هتلاقي الاتنين الاصفر بيبصوا البعض. والش السيل بتاعهم بيبصوا البعض. يبقى اسمه اهي? face to face. face to face. lifting الاتنين المتحركين بيبصوا لبعض. اهي بناقول اهو. تعالوا ناخد من ناحية الشمال حلقة متحركة اقول لها اصفر بعدين حلقة سابتة وبعدين حلقة سابتة تانية وبعدين حلقة متحركة. يبقى الحلقتين الاصفر بيبصوا لبعض يبدأ ايه? تمام كده? تعالوا بص على شكله كده في رسمة زي ما اتفقنا. احنا قلنا ايه? ان هو الاتنين السابتين في النصف. اهو. اهو. اه دي حلقة سابتة. اه حلقة متحركة ركبة على على السليف. وبعدين ادي حلقة سابتة. وبعدين انا حلقة سابتة تانية لاتنين دور ركبين في الجيلاند لو نلاحز. ركبين في الجيلاند اللي فيه خطة اهو. خط اللي هو السن. وبعدين قال حلقة المتحركة التانية. يبقى الاتنين متحركين برا. والاتنين السابتين في النصف. تاني. اهو. ادي حلقة متحركة. ركبة على القفص. والقفص ركب على السليف. وبعدين ادي حلقة سابتة. بعدين سابتة تانية. وبنان عليك خط داخل في نصفهم الاتنين. وبعدين ادي حلقة متحركة كمان. راجبة فين? راجبة برضو على من ناحية التانية. يبقى انا كده عندي الاربع حلقات. اتنين سابتين جوة واتنين متحركين على الاطراف. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم على